اشتركوا في القناة لتبدأ في عقابها المحكمة في الاستماع إلى مرافعة حبيب العدل وزير الداخلية ثم بقي المتهمين في القضية على مدى جلسات تالية وخلال مرافعته اليوم أن قرار الإحالة الأول في قضية تصدير الغاز لإسرائيل لم يتضمن رئيس مبارك إلى أن نيابة قامت لاحقا بإدخاله في القضية بصورة منفصلة على الرغم من عدم وجود أي اتهمات تتعلق بمبارك في هذا الشأن ومن أكاديمية الشرطة حيث مقرأ المحكمة ينضم إلينا مباشرة موفد أنيل إلى هناك محمد سليمان محمد ضعنا في الصورة التي لديك الآن نعم أمل اليوم كانت مرافعة فريدي الديب جولة قبل الأخيرة في تقديم دفعه في الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك ونجليهي بدأ فريدي الديب دفاعه بالحديث في قضية الغاز حيث ذكر أنه هناك بند من بنود كان يلزم مصر بتصدير البترول لإسرائيل في ذلك الوقت وطلبت إسرائيل من الرئيس الراحل أنور السادات أن تعامل في البترول معاملة الشركات التي تقوم باستخراجه باعتبار أنها هي التي قامت بالتنقيب عنه ولكن مصر رفضت وأخضعت تصدير البترول حسب الأسعار المتواجدة بالسوق العالمية في ذلك الوقت واستمر التصدير فترة ثم عند طلب مصر رفع أسعار البترول رفضت إسرائيل فتوقف تصدير البترول على أن يكون في حالة ظهور غاز يستبدل بند تصدير البترول بتصدير الغاز وبالفعل عندما بدأ ظهور الغاز في فترة على الرئيس السابق مبارك قال فريدي الديب أن الرئيس مبارك لم يتدخل في تسعير الغاز أو عملية التبادل مع إسرائيل في عملية التصدير ولكن لابد أن يكون التصدير تحت عين المخابرات المصرية ورد ذلك فريدي الديب لشهادة رئيس الاستقبارات المصرية السابق عمر سليمان لأربعة أسباب فقد قال أنه لابد من تصدير الغاز لمصالح مشتركة بين مصر وإسرائيل وتدعيم لعملية السلام كما رأى أنه في تصدير الغاز فرد للنفوذ السياسي باعتبار أن مصر تصدر 40% من الغاز الذي تعتمد عليه إسرائيل إلى جانب ساب الرابع وهو أغراض استخباراتية ولكن رأى مصر أنه لابد من في شهادة الرئيس المبارك عرض فريدي الديب في شهادة الرئيس السابق مبارك أنه تم الاتفاق على أن يكون التصدير تحت عين الاستخبارات المصرية وفجر فريدي الديب مفاجأة أنه تعرف على حسين سالم في أمريكا وأن حسين سالم رجل من الاستخبارات المصرية في فترة الستينيات وكان متواجدا في أمريكا وفي هذه الأوقات تحديدا عندما حدثت تعرف بين الرئيس المبارك وبين حسين سالم بحسب شهادة الرئيس المبارك قال أنه ستكون هناك صفقات أسلحة بين أمريكا ومصر وعلى الاستخبارات المصرية هي التي تتابع عمليات التصدير فكان هناك أيضا في هذا الوقت كمال أدهم الاستخبارات السعودية وكون مع حسين سالم شركة تكون بمباشرة تصدير السلاح من أمريكا إلى مصر وعندما جاءت صفقة الغاز قال سامح فهمي وزير البترولي السابق بشهاداته ورئيس الوزراء عاطف عبيد أن الرئيس المبارك لم يتدخل في تفاصيل التسعير وأن عملية التصدير استمرت تحت عين الاستخبارات المصرية بل وقالت ديب أن الرئيس السابق مبارك طلب عملية زيادة أسعار الغاز كل ثلاث سنوات باعتبار الأسعار متغيرة وبذلك طلب براءة الرئيس السابق من هذه التومة أما الأمر الثاني وهو في عجالة أنه دفع في قضية اتهام جمال وعلاق مبارك بامتلاك الفيلل لعيدة أسباب أولها أن العقود مسجلة وليست سوريا ثانيها أن الفيلل مسجلة من عام 97 وأنه بمروز ثلاث سنوات تسقط القضية بالتقادم وبينما الدعوة جاءت في 2011 كما ذكر أيضا أنه قدم استخلاصات في تبرئة الرئيس المبارك من استخدام نفوزه قال أنه مقاولون العرب قاموا بتطلب استخلاصات قدموا مستخلاصات للبناء والعمليات التكملية ومن هنا ليست هناك حق لاستخدام النفوز نعم محمد هل لك أن ترصد لنا كيف كانت ردود الأفعال داخل قاعة المحاكمة حول ما ذكره محامي فريد الدين محامي الرئيس السابق في مرافعته في الحقيقة الجلسة كانت هدئة ولكن المحامين المدعين بالحق المدني قالوا أن كل ما يقول له فريد الدين محامي المتهم الأولى الرئيس السابق هو ليس له أي صلة بالواقع فهو مسؤول ومتهم أمام الشعب ومسؤول مسؤولية سياسية وأن قضية الدفع بالتقادم وسكوت حق الدعوة أمر غير طبيعي باعتبار أنه وقت اكتشاف الشيء تعتبر الجريمة قائمة فيفترض قتل المتظاهرين هذه الدعوة لا تسكت وهذه مسؤولية لرئيس باعتبر رئيس دولة أمام الشعب وهي خيانة عظمى المسؤولية وأيضا يرون أن مسألة استغلال النفوز أو الانتفاع وإهدار المال العام أيضا هي قضية لم تنتهي بعد أشكرك جزيل شكرا